الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل الحديث بما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحاديث كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلعلنا نستمع لعدد من الأحاديث التي أخرجها هذا الإمام المبارك أفر الله له نعم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك وقال وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر ما يكفيني فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك قال أبو جعفر ثم أمنا في ثوب أبو جعفر صادق محمد بن علي بن الحسين وهو من آل بيت النبوة جده الحسين بن علي رضي الله عنهما وقوله أنه كان يعني أبا جعفر عند جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي وهو وأبوه أبوه هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم قال وعنده قوم أي جماعة فسألوه عن الغسل كان سؤالهم عن مقدار الماء الذي يستخدم في الاغتسال فقال جابر يكفيك صاع والصاع كما تقدم أنه أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين فقال رجل ما يكفيني أي أن هذا المقدار قليل بالنسبة للاغتسال الذي أريد أن أغسل به جميع بدني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أي أكثر منك شعرا وخير منك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقال جابر وأتاني بن عمك يخاطب أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب وذلك أنه لما توفيت فاطمة رضي الله عنها تزوج رضي الله عنه امرأة من بني حنيفة وجاءت له بولد اسمه محمد فكان يعرف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه التي نسبت إلى قومها فالحسن بن محمد بن الحنفية جده علي رضي الله عنه فسأل الحسن بن محمد جابر بن عبد الله فقال كيف الغسل من الجنابة أي كيف يغتسل الإنسان بإمرار الماء على بدنه عند حصول الجنابة فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان تفيد الاستمرار والدوام كان يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثلاثة بحيث ثم يفيض على سائر جسده فقال الحسن بن محمد بن الحنفية إني رجل كثير الشعر هذا المقدار لا يكفيني في الاغتسال فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك ومع ذلك كان يكفيه هذا المقدار قال أبو جعفر ثم أمن يعني تقدم جابر رضي الله عنه ليصلي بهم وقال في ثوب يعني لم يكن لابسا إلا ثوبا واحدا ففي هذا من الفوائد فضيلة أهل البيت وطلبهم العلم عند علماء الصحابة وبيانوا أنهم يشاركون الناس في طلب العلم فهذا محمد بن علي بن الحسين وهذا علي بن الحسين وقد كان منهم أنهم يطلبون العلم عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه دلالة على مكانة نفوس الصحابة على مكانة الصحابة في نفوس أهل البيت وفي هذا الحديث جلوس العالم للناس لسؤاله واستفتائه وفي هذا الحديث السؤال عن تفاصيل الأحكام الشرعية وبيان المقدار المجزئ فيها وفي هذا الحديث مناقشة المفتي والمعلم من أجل أن تتضح المسألة عنده ويتضح الجواب عند المستفتي كما راجعوا جابرا رضي الله عنه في ذلك وفي الحديث الاكتفاء بالصاع عند الاغتسال وأن هذا هو المستحب وأنه لا يستحب لإسراف والإكثار من الماء وفي الحديث من الفوائد أيضا ذكر الإنسان لمن سأله من الأسئلة من أجل أن يكون ذلك منطلقا لمعرفتهم الأجوبة الشرعية المتعلقة بأسئلتهم وفي الحديث إفاضة الماء على الرأس في الاغتسال ثلاث مرات وهذا على الاستحباب أما الواجب فهو تعميم الرأس بالماء وفي الحديث استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في استعمال الماء في الاغتسال والوضوء وفي الحديث إفاضة الماء على سائر الجسد في الاغتسال وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه يكفي في الاغتسال إفاضة الماء وأنه لا يلزم الدلك وبذلك قال الجماهير خلافا لمالك سواء كان هذا في البدن أو كان في الأصابع أو في اليدين أو في القدمين وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا الشعري ومع ذلك لم يكن يستعمل ماءا كثيرا عند اغتساله وفي الحديث تقدم بعض الصحابة على أهل البيت في الصلاة وتقديمهم لهم وذلك أخذا بالقاعدة الشرعية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن استووا في ذلك فأعلمهم بالسنة وفي الحديث من الفوائد جواز أداء الإنسان للصلاة وهو في ثوب واحد وبذلك قال الجماهير وقد كان بعض التابعين يشترط في الصلاة أن يكون على الإنسان ثوبان ولكن الصواب أن مقصود الشارع استتار للإنسان فمتى حصل ذلك المقصود ولو بثوب واحد أجزأه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد ميمونة ميمونة يا ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين قوله كانا يغتسلان ظاهره تكرار ذلك وكانت ميمونة خالت ابن عباس أخت أمه ولذا يطلع على شيء من أحوالها لا يطلع عليه غيره وقوله يغتسلان يعني يشتركان في الاغتسال بحيث يأخذان من إناء واحد ولا يلزم في هذا أن تكون عوراتهما مكشوفة لبعضهما فقد يكونان يأخذان من إناء واحد وكل منهما في جانب يستطر عن صاحبه بثوب ونحوه وفي هذا الحديث إخبار الإنسان بخصائص نفسه وأخباره من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب التعلم وفي هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد وقد استدل بالحديث الجمهور على أن الماء الذي خلت به مرأة لطهارة كاملة يجوز للرجل أن يرفع الحدث به وقد خالفهم الحنابل في ذلك وقالوا بأنه إذا خلت امرأة بماء لرفع حدث على جهة الكمال فإنه لا يصح لرجل أن يرفع به حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر وعن جبير وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً وأشار بيديه كيلتيهما قوله أما أنا يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فأفيض أي أصب الماء حتى يزداد عن مقدار ما يصل إليه فيفيض على رأسي ثلاثاً يعني أنه يصب على رأسه ثلاثاً صبات قال وأشار بيديه كيلتيهما يعني أنه يحرك بهما رأسه ففي هذا الحديث إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً عند الاغتسال وفي الحديث ذكر الإنسان لأحوال نفسه في العبادة مما لا يعد ريان أو سمعة من أجل أن يكتد به في طاعة الله جل وعلا وفي الحديث استحباب فاضة الماء على الرأس ثلاثاً في الاغتسال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه قولها قولها وفي هذا الحديث كانوا يتطيبون بها وكان لها رائحة طيبة قال فأخذ بكفه من ذلك الحلاب فبدأ بشق رأسه أي بطرف رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه وفي هذا الحديث مشروعية الاغتسال من الجنابة وطلب ما يتطهر به وينظف الأبدان من المواد ويطهرها وينقيها وفي الحديث الاعتناء بغسل الرأس في الجنابة وفي الحديث امرار الماء على الرأس بواسطة اليدين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة لم يحدد من هي هذه المرأة وظاهره أنه أراد التعميم يغتسلان أي يغسلان جميع بدنهما لرفع الحدث الأكبر من إناء واحد أي يقومان بإفراغ الماء من ذلك الإناء على أبدانهما وهذا من أدلة الجمهور على عدم منع الرجل من رفع الحدث بماء خلت بهم رأة لطهارة كاملة وعن محمد بن المنتشر قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا وكان ابن عمر يدهن بالزيت فقالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ينضخ طيبا وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص طيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته وهو محرم كنت أطيبه بيدي لأحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد بذريرة وطيبته بمن لحله قبل أن يطوف بالبيت قوله عن محمد بن المنتشر هو من علماء التابعين رحمه الله قال سألت عائشة ظاهر أن عائشة كانت تسأل وكانت من وراء حجافة تجيب الناس فذكرت لها يقول محمد ذكرت لها ما تكلم به عبد الله بن عمر وذلك أنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا قوله ما أحب يعني أنه يكره أن يتطيب الإنسان في بدنه قبل الإحرام يكره أن يتطيب الإنسان في بدنه قبل الإحرام إن كان الطيب على البدن فإنه حينئذ وقع فيه الخلاف وإن كان على الثياب ثياب الإحرام فبالاتفاق أنه يلزم من أراد النسك أن يغسل الطيب الذي يكون على ثيابه على ثياب الإحرام أما الطيب الذي على البدن فوقع فيه الاختلاف فالجمهور يقولون لا حرج على الإنسان في أن يحرم وعلى بدنه طيب وكان من أدلتهم ما ورد عن عائشة في هذا الحديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يدهن بالزيت أي يكتفي بذلك لأن الزيت ليس من أنواع الطيب وأنتم تعلمون أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب فقالت عائشة ردا على ابن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن من هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قالت عائشة أنا يعني أنها أسندت الأمر إلى نفسها بدون واسطة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه أي على زوجاته ثم أصبح محرما ينضح طيب أي يشم منه رائحة الطيب وترى آثاره فهذا الدليل يدل على قول الجمهور من أنه لا بأس من أن يضع المحرم على بدنه الطيب قبل الإحرام ولا يضره لو أبقأه عليه قال وقالت عائشة كأني أنظر إلى وبيص الطيب يعني أثر الطيب بلونه الناصع على مفرق النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه والمفرق يعني المكان الذي يفرق فيه شعر الرأس قالت ولحيته أي كان يضع الطيب على لحيته وهو غير محرم تقول عائشة كنت أطيبه بيدي لإحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد يعني بأفضل أنواع الطيب التي تجدها بذريرة وهذا نوع من أنواع الطيب يذر قال ثم طاف على نسائه أي على زوجاته مرهن واحدة واحدة ثم أصبح محرما قالت ينضح طيب أي فيه أثر الطيب وقالت عائشة كنت أطيبه بيدي لإحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد بذريرة وطيبته بمينة لحله قبل أن يطوف بالبيت تعلمون أن المحرم عنده ثلاثة أعمال رئيسية في يوم العيد يحصل التحلل بها أولها رمي الجمار وثانيها الحلق أو التقصير وثالثها الطواف بالبيت أما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل ولا يذبح الهدي إلا القارن والمتمتع الذي يجد الهدي فقالت بأنه لما رمى وحلق فتحلل التحلل الأول طيبته حينئذ ومن المعلوم أن المحرم لا يحل له النساء حتى يتحلل التحلل الكامل بفعل الثلاثة الأمور بينما بقية محظورات الإحرام تحل له بفعل اثنين مثل قص الأظافر وتقليم تقليم الأظافر وقص الشعر ولبس المخيط وتغطية الرأس فالمحرم إذا فعل اثنين المحرم الحاج إذا فعل اثنين جازت له هذه الأمور يبقى عندنا الطيب هل هو ملحق بأمور النساء بالتالي لا يفعله حتى يتحلل التحلل الأكبر كما أنه لا يتي النساء إلا بذلك أو أنه يماثل تقليم الأظافر وقص الشعر وبالتالي يجوزه فعله في اثنين فتقول عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه حين يحرم بأطيب ما أجد بذرورة وطيبته بميناء متى أجيبه في اليوم العاشر يوم العيد الأضحى وطيبته يعني لحله قبل أن يطوف بالبيت معنى أنها طيبته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لأنه لم يطف البيت بعد بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أسبغ الله عليكم نعمة وأجر عليكم أرزاقة ورفع الله درجاتكم وعلى منازلكم وجعلكم موفقين في كل أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين